أخو الأمريكان والبشمركة إلى كاركوك فأقول لكم إن الأيام القادمة حبلة مميتات قاتلات وكاركوك على شفاه حفرة من النار والعنون إن كنت كذابا يعني لماذا لم يقوموا بهذه الخطوة من قبل بدل الاستفتاء الاستفزازي الذي قاموا به قال لهم السعودي الآن جمدوا كل شيء والأمريكي والأمريكي حسب معلمي يقول يضغط على الحكومة فسيمكرون ويأخذون كاركوك مرة الثانية الأكراط وهذه للعراقين العنوني إذا مصدك يأخذون نص من الموصل ويأخذون كاركوك بأمر من الأمريكي والسعودي سيغدرون بكم وكتبوه هو العنوني من أقول لكم العنوني يعني معلمي خلاص جزا انتهى خطأ أحمر أما تتخذون معهم إجراءا قويا لرادع وعندنا هنا البداء ممكن أن يتغير تدفق جنود الأمريكيون بآلياتهم ومدرعاتهم إلى القاعدة من جديد وتقدر المصادر عددهم بمئات يرافقهم نحو أربعين مدرعات وآلية عسكرية ثقيلة قادمة من أربيل مهمتهم كما قيل هي تقديم المشور والدعم اللوجستي للقوات العراقية الاتحادية التي دخلت المحافظة دكتور هل تعمل مع الأمريكان؟ وقال كيف عرفت بدخول الأمريكان والبشمركي إلى كاركوك؟ يا لو ما أنا بعرفك لقلت بأنك أمريكي وضابط بالسي آي اي لو أريد بس سؤال أسألك ما يشرفني أن أحمل الجنسية الأمريكية مو أن أعمل بالسي آي اي ما يشرفني أن تطع قدمي أمريكا أولاً ذولاً قتلت الإنسانية ومجرمين وقتلت أهلي وإحراق بيتي أمام عيني هاي وحدة أنا عندي ثار وياهم لن ينتهي حد الموت ولكن ثأر الدين أقوى من الثأر مع أمريكا ثأر الدين مركب مشكلة حينما تقاتل لأبويك مصيبة بس نحن نقاتل لولاية حدي الذي دمروها ويريدون أن يأتون بجيشهم لقتال إمام الحجة أما أنا أشتغل لا أنا ما عرف الزلزال بإيران وإذا كنت أشتغل بالسي آي اي كيف عرفت سقوط الطائرة والزلزال بالسعودية والزلزال وسقوط الطائرة مع الكرة قدم يقيناً كل الناس تقول هاي الطرهات الغبية عزكم الله على هذا الأساس أنا قلت لكم دخول كاركوك والعنوني إذا قلت العنوني يعني الآمر أنتهى من السيطرة بس قلت أكو بداء أنا أقلكم للأيام القادمات ستأتي الانفجارات جديدة إلى العراق ويأتي كأنه داعش لم ينتهي أبداً ولم يأفل وستأتي الاختيالات وإلى آخرها تدروا ليش لأنكم لم تقضون على المسبب الرئيسي اللي هو الأمريكي لم تقضون على المدمر الرئيسي الذي هو الأمريكي بل ذهبتم إلى أذنابه الذنب الحية إذا قصيت ذنبها تكبر ما تزغر أنتم الآن قطعتم الأذناب وهذا قطعت الأذناب طبعاً الآن ما تقدرون تحكون لأن تسعى وتسعين بالمئة من الناس اللي إسرائيلي واللي عنده قليل من الشرف تركي واللي عنده ربع من الشرف سعودي صار أما فاقد الشرف هو إسرائيلي أمريكي أكثر من كل الناس الآن موجودين يعني